قبل أربعة أيام من انتخابات الكنيست تبدو الأوضاع في الضفة الغربية متفجرة لا سيما في نابلس وجنين ولا يأبه الفلسطينيون بالنتيجة ولا بمن سيتولى رئاسة الحكومة فالقاتل أخ المجرم في الدم الفلسطيني الذي يعتبرونه وقود نار لحملاتهم الانتخابية بينما تعيش الضفة الغربية أصعب أيامها منذ عقود يستعد الاحتلال لانتخاب سادس تشكيل في الكنيست خلال عامين هذه المرة الفلسطيني تحت الاحتلال لا يأبه بالنتيجة المحسومة سلفا ضده وضد حقوقه معركة وقودها الاستيطان والاغتيالات لا تهم الفلسطيني ولكنها تدخل في كل تفاصيل حياته تجري الانتخابات هذه المرة مع تصاعد موجة جديدة من المقاومة واحتدام المواجهة في جينين ونابلس بالتزامن مع اتفاق هش مع المقاومة في غزة مقاومة عرين الأسود مقابل تنوع أشكال الاستهداء سواء بالاغتيال الصامت أو بالاجتياح الصاخب لا يمكن اقتراءتها بعيدا عن مناخات المعترك السياسي لدى الاحتلال خصوصا ان الامن يعد عاملا رئيسيا في حسم توجهات الناخبين كونه يمثل احدى ركائز المشروع الصهيوني برمته تأثير ما يشبه الانتفاضة العسكرية والشعبية في الضفة الغربية لا ينحصر في كتلة انتخابية لمليون مستوطن داخل حدود الضفة بل يتخطى ذلك الى الشعور بفقدان الامن والخوف من انتقال تلك العمليات الى داخل فلسطين المحتلة الامر الذي يؤثر في التوجهات الانتخابية لمجمل الجمهور والاخطر انه يطرح علامة استفهام حول وظيفة المؤسسة العسكرية والامنية في دولة الاحتلال اذ يمتد ليكون ذراعا انتخابية لصانع القرار في تل ابيب هدف الاحتلال في هذه المرحلة عرينة لسود وسائر كتائب المقاومة في الضفة الغربية لدفعها الى الانكفاء درءا من الاغتيالات والملاحقة وبالتالي اشغالها عن التفكير بتنفيذ عمليات هجومية جديدة وبحسب محللين يعتقد الاحتلال ان الضغط المتواصل سيمنحه استقرارا امنيا لتمرير فترة انتخابات الكنيسة من فلسطين المحتلة حافظ ابو صبرى رؤيا